هلو شباب شلونكم يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية رجعتوا لكم في فيديو جديد والفيديو اليوم سيكون عن العازل للصدة هذا السفنج هو سفنج يعني لما تلزمه سفنج عادي بس هذا السفنج هذا يعزل الصدة ما يعزل الصوت يعني اذا كان عندك صوت خارجي مثلا اولاد او اطفال يلعبون يعني قريبين على الغرفة ما راح يعني يعزل الصوت مالتهم لانه هذا بس يعزل الصدة حسنا تلاحظون الغرفة تقريبا هي فارغة والغرفة يعني بعدها كلها حياتين فاكيد انه راح يكون بها صدة اذا انت تلعب فيديو جيم او تستجيل الصوت بمايك احترافي هذا راح يأثر على الصوت كليته فاني قبل ما انتقل لهذه الغرفة كان عندي عازل للصوت مثل هذا بس المشكلة من شلته يعني ذبيته قلت بعد ما احتاجه بس هسه اليوم وصل لهذا من اي باي اشتريته يجن ما اعرف كم قطعة بس خنا شوفه لكم ايام هذا من يجي به الشكل حتى صغير بس من الفتحة راح يكونوا بهذا الشكل هو يعني لانه سفنج مضغوط فيضغطونا بهذا الشيس بس من الفتحة يكونوا بهذا الشكل وهذا اللون الاسود يعني اكيد راح يجن اربعة مثل الذني هاي ثلاثة بعد اكون واحد لونه اسود اثنين ازرق واثنين اسود اعتقد يجي به سبعين قطعة فهسه راح نشده الهاي الغرفة تشوفون هذا الحايط هنا حتى هو ينطي جمالية للحايط بنفس الوقت مو كل الحايط اكو اماكن يعني احتاج بها هسه اذا احتجوكم بهذا المكان الصوت كلش قوي الصادماتة فهنا همينا راح اخذلكم قطعة ونشوف راح يختلف عندنا الصوت او لا انصحكم تشترون من هذا اللي هو يجي لاسق من الوجهين تلزر مثلا اربعة تقطعها صغار وتلزرها بالحايط وهسه شوفكم شون اشتغله فهذا اللون الاسود وهو يجي شكليا لون اسود ولون ازرق نفتحن بس بس فتحته تصار كل الشبير تشوف اشتروا نوعية زيانة لا تشترونه اذا شفتوا رخيص معروض على الالي اكس براس او على الامازون او على الاي باي لانه انا قبل فترة من اشتريت من كانت غروفة قديمة دازولية يعني عبالك منها صار منطوي زايد اكثر يعني شكلة كان محلو نصلا ذا بيتهم فسعرها سبعين دولار ما اعرف ايش قد رح يكون يومكم حسب الدولة اللي انتوا عايشين بها وهذا شكلة ريحوها السفنج فنفتحها هي هاذا مربع وخلي افتح هذا اللاسق احتاج مقص اكيد نفتح بهذه الطريقة وناخذ قطعة صغيرة مربع صغير يعني هذا كلش كافي هذا الحجم نحاول نثبته بالاطراف وحاولوا تشترون من هذه اللاسقة بالوجهين يكون نوعية اهمية جيدة لان اذا اشتريتوا نوعية رخيصة رح يلزك بالحايط مثل ما صار بي قبل وشوه لي الحايط كليته فاذا انتوا الحايط موالدكم حلو ونظيف اشتروا نوعية جيدة حرامات يعني اتذكر حتى ما انشلع يعني رلية اشلعه من الحايط ما انشلعه يعني اكيد هو شوية رح ياخذ وقت بين ما تفتحي بس يسوي صدقوني انه انت رح تخلص من الصدمة للصوت كليته فالافضل انا اشتري اقص قص ليفد اربعة اخلي القطعة الثانية هنا هذا الشكل تمام بعد قدنا قطعة لخ هذا الشكل من الاحتياط من الاحتياط تقدر تخليك قطعة صغيرة شوف انا سوف اخلي هاي صغيرة رح اخليها بالنص يعني على مود ما توقع يعني بعد خلاص هاي بس المشكلة جيدة رح يصير عدي من هاي وصاخة من هاي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى وهذا شكله يتصار يعني حتى ينطي جمالية للحايط بقى هذا المجال يعني ما سويت لانه هو مو لازم يعني تغطي الحايط كليته انا هذا السيت اوب بعد ممكن لاني شوف الفيديوهات القديمة انه هذا السيت اوب يعني بعد ان انتظر الرامات DDR5 وهذا السيت اوب كملنا لانه رح يصير اثنين واحد هنانا واحد هنانا فذا انتظر بعد الانارة رح تجي بالحايط اريد اشوف الانارة شنو حجمها شنو كبرها حتى بعدين اكمل وهاي نرمين همين جاي تساعدني لانه هذان ياخذن موقت مني فانصحكم ونجيبون اشخاص اثنين واحد يلزق واحد يعلق بهن بالحايط احسن وهس لازم نخلي بهذا المكان هنانا ستكون بهذا الشكل المنطقة انترست بعد ما اقدر اخلي ايشي هنانا استخدمت نصن تشوفون هاي ضبه كامله بعدها نفس الشي هذا اللون الاسود همين انه ضبه كامله الاماكن اللي سويتن هذا مكان واحد وهذا المكان الثاني على اليسار والمكان اللي مقابلي المشكلة شنو خلصت التيب ما توقعت انه التيب هذا اللي يزق ووجهين رح يخلص بس اكو فرق يعني تقريبا 80% من عزل الايكو الصوت ما هذا الصده هسا حلين انا دهتشاكم ماكو اي صده تقريبا بس رح اسوي هذا الحايط اللي هنانا هذا المكان بعدني اكو انارة وترتيبات رح تصير هنانا فارد اشوف هن اخلي الانارة وبعدين اكملهن المهم اذا عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة اشوفكم في فيديو ثاني